طيب امبارح كنت راجع من السحل الشمالي طريق الضبعة طريق الضبعة ده طريق عظيم اتعامل رابط من المازة في العين السخنة وطريق البحر الاحمر ورابط لحد مرسى مطروح لسه فيه طرق فرعية بتتعامل لسه الطريق بيمهد طريق كويس البزل فيه جهد اتعامل فيه مدة زمنية قياسية وقفت في مخطة بنزين جالي المسعف وقال لي ارجوك انقل صوتنا ارجوك الناس بتموت قدام عينينا واحنا مش عارفين نعمل لها حاجة لا توجد شبكات محمول على هذا الطريق وانا بكلم مش عارف اكلم مين يعني بس هكلم اللي هو كامل وزير هكلم شركات المحمول واقول لهم الراجل بيقول لي علشان حد يوصلي بقى بينزف عامل حدثة وانا نقطة تمركزي محتاج تمانين كيلو علشان يجيلي انا ما بروحوليش لانا ما بيعرفش يتكلمني ما فيش وسيلة للاتصال كل الشبكات التلاتة مقطعين فحصلت حوادث كتير ومات اعداد يعني في حدثة منها مات ستة مات ستة علشان مش قادرين الاسعاب ما راح لهمش فلما تاخد مصاب بينزف وتمشي به تمانين كيلو ده متصفة طيب حلها ايه شركات المحمول تقدر تعمل ايه على فكرة الطريق مش مرتبط بس بالمصيب ولا بالناس اللي بتروح تصيد ده طريق مارسة ما تروح الناس اللي بتيجي عشان تروح مارسة ما تروح ده طريق مهم طريق مهم جدا فمش ممكن بقرش ملح انك تلزم شبكات المحمول انها تعمل محطات هناك كل شبكة تعمل محطة منطقة يبقى فيه خط شغال اللي مسافرين يقدروا يستغيسوا حاجة بسيطة بس روح البناء ادم غالية والله العظيم بتاع الاسعاف صاحب علي بيقول لي ارواح بتموت بيجيلي ميت متصفي تمانين كيلو ناس بتنزف ستات واطفال ورجالة مسألة اللي يعمل الانجاز الكبير ده كله مايقدرش يعمل حاجة تنقذ الانسان روح الانسان اتمن اللهم بلغت اللهم فشهت كل روح كل اللي سمعني ومخدش خطوة هيبقى مسؤول عن كل روح تموت على الطريق ده انا عملت اللي علي